اشتركوا في القناة نهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمدعوين بافتتاح أعمال المؤتمر العربي السابع لتقنية الاتصالات والمعلومات الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع لجنة تقنية الاتصالات والمعلومات باتحاد المهندسين العرب تحت عنوان التحول الرقمي لبنية تحتية مستدامة في الفترة من السابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من فبراير الجاري وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة إلى ما يمثله المؤتمر من منصة عربية تستضيفها مملكة البحرين ممثلة بجمعية المهندسين لتبادل المعرفة ونقل الخبرات بين المختصين من المشاركين مما يسهم في تعزيز القدرة على توظيف التطور الرقمي وتوجيهه نحو توفير بنية تحتية مستدامة لدول وشعوب المنطقة ودعم معاليه إلى ضرورة العمل على توحيد المساعي المشتركة عربيا لإيجاد منظومة قادرة على توظيف التحول الرقمي المحفز للابتكار بهدف التكامل في تنفيذ الاستراتيجية والمشاريع وإدارة الموارد بما يتيح توازنا أفضل بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأعرب معاليه عن شكره لجمعية المهندسين البحرينية وشركائها من داخل وخارج المملكة على جهودهم في إقامة وتنظيم هذه الفعالية المتخصصة راجيا للمشاركين بالمؤتمر التوفيق في التوصل إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافه لسيما مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وظهور الحاجة إلى توافر بيئة مترابطة ومتصلة تسمح بالتفاعل والتشارك بين مختلف القطاعات الهندسية من جانبها ثمنت الدكتورة رائد العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية مساندة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الدائمة لمختلف مبادرات الجمعية الرامية إلى الارتقاء بمهنة الهندسة والمهندسين البحرينيين العاملين في مختلف فروعها المتشعبة من جهته أكد الأستاذ الدكتور عادل إبراهيم الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب أن اختيار مملكة البحرين مقرا للجنة تقنية الاتصالات والمعلوماتية بالاتحاد هو الخيار الأمثل وذلك راجع إلى ما تليه المملكة من حرص على تكريس المعرفة والعلم والارتقاء بالأداء إلى المستويات العالية في كافة المجالات مشيدا في هذا الصدد بالتعاون القائم بين اللجنة وجمعية المهندسين البحرينية بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الراعية للمؤتمر من جهات حكومية وشركات وأفراد نظرا لما يشهده العالم من تحول كبير نحو الرقمن والذكاء الاصطناعي ونشوء المدن الذكية المستدامة فنحن بحاجة إلى بنية تحتية للاتصالات تكون مستقرة وآمنة وموثوقا بها في ظل التحديات التي تواجه التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتلك الأهمية نظمت جمعية المهندسين البحرينية وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب المؤتمر العربي السابع لتقنية الاتصالات والمعلومات تحت عنوان التحول الرقمي لبنية تحتية مستدامة حقيقة هذا المؤتمر لهذه السنة يعقد رقمنا في موضوع الاستدامة والانشاءات وما إلى ذلك موضوع مهم ومتطور وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تطوير الاستدامة للمنشاءات خاصة للأبنية والمنشاءات وكل المنشاءات حتى البنى التحتية مؤتمر يعرض كثير من التجارب والأوراق العلمية في مجال تقنية الاتصالات والتحول الرقمي فالتحول الرقمي في هذه الأيام طبعا شيء مهم جدا وتقنية الاتصالات والمعلومات تعتبر هي حجر الأساس للمدن الدكية لأنها هي الرابط الحيوي الذي يربط بين القطاعات المختلفة مثل الصحة والمواصلات والبناء والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى يهدف المؤتمر العربي للتقنية المعلومات والاتصالات إلى مساعدة خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناع القرار الذين يرغبون في تحسين اعتماد التقنيات الناشئة في تطوير البنية التحتية حيث يوفر المؤتمر فرصة للتصدي بشكل استراتيجي للتحديات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الذكاء الاصطناعي الآن ومختلف التكنولوجيات الأخرى تهدد كثير من دول العالم كثير من الوظائف هناك خشية من أن هذا المجال العلمي الذكاء الاصطناعي يأخذ دوره وحيزه بدلاً من البشر كمان هناك فرص كبيرة جداً تمنحها الثورة الصناعية الرابعة بكل عناصرها لتقدم لاستعاب التكنولوجيات واستخدامها في تطوير وتحسين حياة الإنسان سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الطبية المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات وضع على رأس أولوياته بحث الموضوعات التي بات من المهم مناقشتها وهي تسخير تقنية المعلومات لإدارة البنية التحتية وتقنية الاتصالات الذكية وتقنيات التحول الرقمي والأمن السبراني إلى جانب استخدام تقنية المعلومات في عمليات إدارة الطاقة المؤتمر العربي لتقنية الاتصالات والمعلومات جاء ليسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية الناشئة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر